لليوم الثالث على التوالي تعيش فينزويلا أزمة جراء عودة انقطاع التيار الكهربائي وقررت الحكومة تعطيل العمل والمدارس وسط حالة من الغضب العام بين السكان ويواجه مواطن فينزويلا صعوبات معيشية وحالة قلق من انعدام الأمانة وسط نقص في الغذاء والماء وانقطاع وسائل النقل والاتصالات وتوقف ماكينات السحب الإلكترونية عن العمل وانقطاع الكهرباء المستمر فينزويلا دفع المواطنين إلى البحث عن خيارات لتأمين احتياجاتهم من الغذاء خاصة المواد التي لا تحتاج إلى تخزين لفترة طويلة خبراء اقتصاديون قدروا خسائر الاقتصاد الفنزويلي جراء انقطاع التيار الكهربائي بقيمة 200 مليون دولار يوميا